السمنة بقى المرتبطة بيه الامراض او ايه الامراض المرتبطة بالسمنة? طبعا السمنة يعني يحزر منها انه حوالي مثلا احصاية بتقول ان اربعين في مئة اكتر ملعين في مئة من السكان اطفال ورجال والنساء مصابين بسمنة. طب انا تخين. التخن ده يفرم معي ايه? هيبوز لعضلة القلب. التخن ده هيبوز للمفاصل. التخن ده هيكتم النفس. التخن دوا هيخلينا نام وانا قاعد. يعني في ناس عندها سليب ابني سندرون بقاعد معك كده وروح ناهم. يعني يعني جالي ناس من برة واحد من امريكا كان حوالي هو طوله مئة وستين سنتي ووزنه مئة عشرين كيلو. يروح للدكاترة نعمل عملية ربط. طب نعمل عملية تكميم معدة. طب نعمل مش عارف ايه طب نشفو الدهون طب كزا طب كزا. مش عايز اقولك كل ما اعمل عملية يرجع تاني. وبعدين سمعنا احنا بنتكلم. ونتقوله اربوك عشان خاطر ربنا. اربط ضطنك بحزام عليه تفقول هدوم. وتمشى كل يوم ساعة. ابدأ بخمس دقائق عشر دقائق ربعة. كل يوم زود خمس دقائق. وطبق سلطة قبل الاكل. الفطار بتاعك حتة زبدياية وبيضة مسلا حاف. او تلت بلاحات. الغدى بتاعك شوية سلطة وشوية خضارة. العشرة بتاعك زبدياية سمرت فاكل. بيقول لي انا مشيت على كده شهر. فخسيت تمانية كيلو. فمشي على كده حوالي عشر شهور. كان كل شهر بقلي شوية. خس حوالي ستين كيلو. جي يسلم علي. قطع تذكرة من امريكا للقاهرة. بيسلم علي بيقول لي. يا ريه النزام بتاعك ده اهم من كل انظمة العالم. بس هو طويل البال شوية. يعني ايه طويل البال? يعني مش سريع. مش ان انا هشيلك عشرين كيلو من بطنك تحسن انت. لا 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 ما نفعش. التغير المفاجئة ده ما نفعش. لكن قال لي انا كنت بنام في الاجتماعات عنده شركات. كنت بنام في الاجتماعات ما بقيتش هنام. كنت ما بحس بقامشي عشر خطوات بدوخ. دلوقتي بامشي. اتنين تلاتة خمسة كيلو. كنت ما بعرفش هنام بالليل. اجي هنام كده تخنق. دلوقتي بنامس. ازا يا جماعة السمنة دي والعزو بالله. يعني اه اصل كل الامراض. بس للأسف الشديدة ما تيجي تخلصت منها عايزة طول بال وعايزة حسن تصارب. حزام عريض على البطل. طبق كبير صلاتة خضر ربع كيلو قبل الاكل. والصبحية باخد بيضة مسلوعة مسلا وثلاث بلاحات. والضهرية طبق صلاتة وحيطة بروتين. والعشب بتاعي زبديا وسامرة. عايز تشربتون نهار اشرب بصماشر بطن غير سكر. ايه بقى المرتبط? البخل والجبن ده بقى. انا دلوقتي بخيل. وربنا قال ولا تلقوا باياديكم الى التهلكة. وقلنا التهلكة هي الايه? البخل. طب انا بخيل. هدر نفسي ودر الناس بايه? دلوقتي عندي فلوس. طيب الاول هو البخيل ده. بخيل بعلمه ولا بخيل بماله ولا بخيل بصحته ولا بخيل بنصحته ولا بخيل بايه? من هو البخيل? ها? يعني مثلا قال البخيل مثلا من ذكر اسم النبي عنده ولم يصلي عليه. الله ما صلي على محمد. اذا بخيل. حتى مش قادر يقول اصلى الله على محمد. ده بخيل. وفي بخيل تاني ما بيردش السلام. تقول له السلام عليكم يبصلك من فوق لتحت كده. صدق دي? او الله العظيم. في ناس كده لك معالقة سنصير. تقول له السلام عليكم يبصلك من فوق لتحت كده. تستهل يعني رده اللي من رده. ساعة ما يرد. تقول له ايه ده? طبعا انا عايز ادي له ملونية فش امه. بس انا هعمل ايه? انا قلت له السلام عليكم. قلت له السلام عليكم. زي واحدة كده تعالى انا احضر اتحاد الشاغلين. بس انتو ناس فاضية. انت يا صايع اللي وراك شغل. لانا بشتغل من الصبح الاخر للنهار. انا بشتغل اتنشر ساعة. انا اللي صايع ولا انت اللي صايع? وعلى كزا الحال كل واحد شيطانه مسوله نفسه. يا عام تعالى احضر معنا اتحاد الشاغلين. يا عام انتو فاضين. انتو صيع. يعني يشوفوا مصالح الناس صيع. طيب. عايز اقوله ان البخيل بخيل بوقته. بخيل بعلمه. عندنا اطباء كتير جدا اتربوا على البخل. تسعة وتسعين في المائة اطباء اتربوا. ليه? هو ابتداء اعدادي بيزاكر الواحد. اناني. وهو بيسمع وجاب تسعة وتسعين في المائة الواحد. خلاص? دخل كلية الطب بيزاكر معنامات ما بيقولش لحد. كلية. مش هيقول بقى العلم ده للناس. ولكن العلم ده غالي جدا. وانا دفعت ايه فلوس جدا. وسهرت وتعبت. اقوله للناس. لا مش هقوله لحد. اقوله الحد في روجيتة بقى. خمسمية الف زي ما ربنا ايه? يقسم. لكن ما اقدرش اقول العلم الغالي ده للناس. يبقى الراجل ده بخيله ايه? بعلمه. طب لو انا مسكت علمي. عليه عقوبة? او الله العظيم. ليه بخل بعلمه? يلجمه الله والجامل من نار يوم القيامة. انا لسه كنا بنتكلم مع بعض الناس. يقول لك ايه? لمسجد نقسس على التقوى من اول يوم. حقه ان تقوم فيه. فيه رجال يحبون انستهروا. ده المسجد. صح? يبقى المسجد اللي اسس على التقوى نقوم فيه. واللي اسس على غير التقوى ما نقومش. هي فيه ناس بتاسس مساجد على غير التقوى? اه. عندنا طرق سريعة في مصر. يجي الناس عالطريق الزراع يروح مبنيين جوامع على الطريق. ليه يا استاذ عشان ابني وراه مصنع. وابني وراه مش عارف ايه ومعرض سياراته كده. حلو? الحكومة عدت في يوم واحد هدت تلاتاشر جامع. الناس الفسدة الفسدة المنحرفين دول. عاملين الجوامع ليه? عشان يبنوا وراه مشرعاته يبقروا الارض الزراعية. وبعدين يجي الناس يقول له بيهدموا الجوامع. بيهدموا الجوامع ايه? بيقى لك ابن جامع. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احقوا ان تقوم فيه. فيه رجال حبونا طهر. ايه علاقة المسجد بقى بالبخل والكلام من ده? لا 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 كلية اسست على التقوى من اول يوم احقوا ان تقوم فيه. او يا الكليات الكليات البيزنس دي كلها? مؤسسة على تقوى? كليات الملايين دي كلها مؤسسة على تقوى ولا على شياطين? لمسجد اسسة على تقوى? لمستشفى اسسة على تقوى. الناس زمان كانوا يبنوا المستشفىات لله. العيني باشا. مدي مستشفى قصر العيني كله لله. خزندار باشا. خزندار هانم. مدية المستشفى والجامع والمعهد الازهاري كله لله. الدمرداش باشا مدي مستشفى الدمرداش لله. اقول لكم ايه? دول كلهم كانوا بيدوا لله. وجلنا بقى شياطين عفريد. مش عايز اقول ولاد حرام. عاملين البتاع تجارة. ايه يا عم ده? انت بتطلع لي شياطين سيادة? ده مش لله خالص. الناس كانوا بيبنوا كليات جامعة الازهر لله. واحد في بلد اسمها تفهند الاشراب باري. اربع كليات لله. في ناس مستعدة بتقولك لو انت عندك ازمة في المستشفىات اديني ارض وانا هبني لك عشر مستشفيات لله. لله. ومن غير ما نشحط ومن غير ما نعمل اعلانات. ومن غير ما نقول تبرع وتبرع الكلام لها بلدك. فاللي انا عايز اقوله انه البخ يضيع امه. زي الغش. البخ يضيع امه. والغش. يعني يقول لك ازا اردت ان تهدم امه. عايز تضيع بلد. ضيع التعليم. وخلي العالة تغش. طب لو ضعت التعليم والعالة تغش. انت مش محتاج تضربها بكمبيلة زرية. العشر سنين طلعين العالة دي هتبقى حرمية. وشحتين ومجرمين. انت كترت عدد المجرمين. وحتى لو نجحتهم في الكليات يبقى عندك طبيب هيموت المرضى لانه مش مذاكر. وعندك مهندس غشاش هيوقع لك العمارات لانها اي مع الغش. وعندك تاجر غشاش. وعندك اقتصاد بيوع. كل ده نتيجة الغش اللي انت فتحت. يبقى انت خربت التعليم بواسط البلد. يبقى عشر سنين كمان البلد دي وقعت بقى الدولة في 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 قاع الامم. بس من غير ما تضرب فيها صاروخ ولا قم بلا ولا اي حاجة. بلا الطعام. فاذا المهم جدا انت بخيل بخيل بعلمك ولا بخيل بمالك ولا بخيل بنصحتك ووقتك. بخيل بايه? اللي بيدي للناس علم ربنا بيدي له علم. كل ما ربنا يعلمني علم اقوله للناس ما بخبيش. علم صعب جدا وغلي جدا واعد في المراجع والابحاث وموت نفسي ولازم اقول كل ده للناس. انا وفريل اعداد طبعا. طيب. ترجمة نانسي قنقر